مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية الدفعة الخامسة في المحليل الطبية ومستلزمات الغسيل الكلوي في عدن وتسلمها وزارة الصحة اليمنية لتوزيعها على المستشفيات التي تحتاج لتلك الكميات بهدف تخفيف المعاناة عن مرضى الفشل الكلوي 490 طن من محليل ومستلزمات الغسيل الكلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية تسلمها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بالعاصمة الموقتة عدن الدفعة الجديدة تمثل المرحلة الخامسة من مشروع الاستجابة العجلة للاحتياجات الإنسانية لمركز الملك سلمان للغاثة والعمال الإنسانية والتي ستوزع على مراكز الكلا في مختلف المحافظات وفقا لخطة توزيع الإمداد الدوائي القائمون على مركز الملك سلمان للغاثة والعمال الإنسانية بعد أن أكدوا استعداد المركز بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وسكان في اليمن بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتخفيف من معاناة مرضى الغسيل الكلوي نحن مركز الملك سلمان قام بعمل مشروع متكامل لهذا من سبع حملات بتقديم المشروع هذا كلف المركز 21 مليون دولار نحن الآن في الدفعة الخامسة للوزارة الصحة وبالدات إدارة الإمداد الدوائي التي تقوم هي بالتوزيع لكافة المحافظات أسهم مركز الملك سلمان للغاثة والعمال الإنسانية من خلال برامجه الغاثية والطبية المتنوعة في تخفيف معاناة الكثير من المرضى والنازحين الهاربين من بطش ميليشيا لانقلاب الحوتية الإيرانية في العديد من المحافظات اليمنية لقناة الإخبارية عبدالفتا غلا ترجمة نانسي قنقر